موسيقى وخوف الطغاة من الأغنيات بهذه الجملة وصف الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش معركة نراها صغيرة ويراها العدو كبيرة فالأغنيات مرايا للحياة وهي وثيقة تاريخية للعلاقة بين الأرض وسكانها الأصليين بما تشتمل عليه من ملامح بيئية وملامح مرتبطة بالهوية وهو ما يفتقر إليه الغازي في غنائه وثقافته واليوم نستضيف فنانة من أصحاب المسيرات التي انطوت على مشاريع توثيقية مهمة في التاريخ الفلسطيني الفنانة الفلسطينية سنة موسى أهلا بك سنة في الأردن وفي قناة المملكة أيضا هل يخاف الطغاة من الأغنيات فعلا كما يقول الشاعر محمود درويش أكيد لأنه زي ما حكيت الأغنية هي عبارة عن مرآة عن كتاب يلخص حياة الشعوب على أرضهم لما تكون الأغنية لحن آتي من مئات السنين أو يوثق طقس معين عشته الناس على أرضها مئات السنين أكيد هذا بيخوف وبيهدد كل طارق وكل غازي وكل محتل شيء آخر للأغنية أيضا وظيفة أخرى وهي تخليد المرحلة هي توثق وتخلد الذكرى والمرحلة والمحتل دائما يراهن على أن يموت الجيل الأول للنكبة وبالتالي عمليا أن تنسى القضية الفلسطينية أن الأجيال الجديدة ستكون مشغولة عمليا بتفاصيل كثيرة في الحياة لدرجة أنه عمليا ما تولي أهمية كبيرة لهذا المحور في حياتها لمحور الرواية لمحور الهوية لمحور الانتماء طبعا مراهنة فاشلة لأن الأغنية والموروث الثقافي المادي وغير المادي كفيل بأنه يخلي هاي الهوية وهي الثقافة مستمرة إلى ألاف السنين عندما نتحدث عن الأغنية نحن نتحدث عن موروث مادي وموروث معنوي أيضا فهناك حمل عاطفي تتصدى له الأغنية بكلماتها وبموسيقاها أيضا والاحتلال الإسرائيلي لم يترك فرصة أصلا للنسيان فهو يستمر بجرائمه التي تذكرنا وتذكر الفلسطينيين على أرضهم وتذكر العالم بأكمله بهذه الجريمة وبغرابة هذا الجسم الطارئ على المنطقة هل تستطيع الأغنية سناء من وجهة نظرك الفلسطينية التراثية أن تعيد رسم فلسطين التاريخية هل الأمر يشبه قطع يتم جمعها لتشكل لوحة فلسطين التاريخية التي يحاول العدو محوها وطمسها؟ أول شي شكرا على السؤال وعلى الصورة الجميلة التي رسمتها فعلا عمليا بعد النكبة بعد ما قطلع الشعب الفلسطيني من أرضه وتشتت في جميع أنحاء العالم عمليا الصورة الكاملة ضاعت كل منطقة حفظت جزء من هذه الصورة جمع الأغانية الفلسطينية وأرشفتها وإعادة قولبتها وتقديمها إلى الجيل الشاب حتى يورثها طبعا حتى تعيش كمان جيل كمان ثمانين سنة الجيل اللي بعده بيورثها للجيل اللي بعد هاي كمان ثمانين سنة عاشت الأونية عمليا هو بيرسم اللوحة كاملة الفوسيفساء والتفاصيل الدقيقة لحياة الفلسطيني أغاني الزرع أغاني الحصاد أغاني العمل أغاني السفر والوداع أغاني ولادة الأطفال حدثي الولادة في إلهم أغاني خاصة فيهم التهاليل التحانين وداع الحج إلو مجموعة خاصة قالب أو خليني أسمي يعني صنف معين من الأغاني اللي يصف أغاني وداع الحجاج أغاني وداع الأمهات لأبنائهم خلال الحروب المختلفة في السفر برلك حتى يعني حتى في فترة الحكم العثماني هناك أغاني اللي وثقت هاي المرحلة الصعبة في حياة الشعب الفلسطيني وأيضا حياة الشعوب في سوريا ولبنان وبلاد الشام بشكل عام يعني عادة عندما نتحدث عن الأغنية التراثية ليس فقط بالنسبة للشعب الفلسطيني تقفز إلى المخيلة الأغنية المتعلقة بالفرح على وجهة تحديد يعني مراسم العرش من حناء من خطوبة من زفاف إلى آخره ولكن كما ذكرتي هناك أشياء من الحري تذكرها وهي المسائل التي تعكس أيضا فصلا ثقافيا كاملا تم طيه ليس فقط بفعل الاحتلال وبفعل محاولات طمس ألوية ولكن أيضا بفعل تغير الظروف الحياتية تحدثت مثلا عن الولادة عن الحج اليوم أصبح الحج أسهل من الماضي كان في الماضي قوافل أحيانا تكون على عربات خيل أو إلى آخرية فتكون الرحلة طويلة وشاقة وأيضا مقلقة بالنسبة لأهل المسافر أو الحاج في عام 2011 صدر ألبوم إشراق ولكنه كان ثمرة جهد بحثي ومسيرة بحثية طويلة في التراث والتاريخ الاجتماعي لفلسطين كم استغرق هذا الألبوم من وقت ومن جهد أيضا وكيف تبلورت الفكرة لديك؟ ملاحظتك دقيقة جدا أكثر المحاور اللي يتم تطرق إليها اللي كان اللي تم تطرق إليها في المشهد الفني الثقافي الفلسطيني كانت أغاني الأفرح يمكن لأنه كمان طقس الأفرح ظله مستمر يعني هذا واحد من أهم الطقوس اللي ما زال مستمر في فلسطين صحيح حتى الآن رغم الإبادة الجماعية في غزة هناك من أقاموا زفافا فوق أنقاب بيوتهم صحيح لأنه بالنسبة لكل إنسان أو تحديدا الإنسان الشرقي خليني أكون دقيقة أكثر هذه بداية الحياة هذا الاقتران هذه بداية الحياة عمليا بناء البيت عند الفلسطيني بناء البيت بالشكل المادي يعني لما يعملوا العقد بناء العقد في البيت هذا يعني طقس جدا مهم ولو أغاني على فكرة الخاصة فيه طبعا وأيضا الاقتران الزفاف هل أدي هذا يعني طقس مهم جدا لدرجة أنه في مواقف مؤسفة مثلا إذا توفيها مثلا شاب وما كانش بعده متزوج لحد فترة مش بعيدة في فلسطين كان يزفوه هو ميت يعني هل أدي هذا الطقس مهم فإذا ما لحقوا يعملوا هالطقس في حياته وهو عايش كان يزف زف كاملة مع أغاني العرس وهو ميت هل أدي هذا الطقس مهم عند الفلسطيني فبفكر بما أنه هذا كان من أكثر يعني أكثر الطقوس ممارسة على أرض فلسطين فضلت أغاني حاضرة وكانت هي الأغاني الأكثر شيوعا في المشهد الفني الثقافي زي ما حكينا الأغنية هي عبارة عن كتاب عن مرآة يعني تصف حياة الإنسان على أرضه وشعب زي الشعب الفلسطيني مئات وألاف أسنين على أرض كان عن عنده عشرات القوالب الغنائية اللي تصف كل مرحلة من مراحل حياته كان من المهم لإلي أني أدور على هاي المراحل على هاي المحاور عفوا اللي هي غير مطروقة اللي شوي نسيناها وركزنا على محاور أخرى تحديدا أنه بعض المحاور فيها الكثير من الصدق والشفافية الأغاني اللي إحنا بنعملها بحضور الجميع قطقوس جماعية من كون محاولين نحافظ على يعني صورة معينة أمام الآخرين القوة الجبروت الفخر العز فبتلاقي أغاني الأفراح بتقول خيلنا تدوس المنايا خيلنا خيلنا تقتل الموت بمبالغة جميلة جدا اللي فعلا كلنا بتبسطنا وبتسعدنا بس أنا كنت عم بسأل عن المحاور اللي بتحكي عن مشاعر صريحة بدون الخوف أنه أنا أظهر ضعيف لأنه جزء من القوة اللي تخاف أن تظهر بصورتك كإنسان هش أو ضعيف تعترف بالضعف كمرحلة فبلشت أبحث عن أغاني السفر برلك اللي هي أغاني وداع الأبناء بتغنيها طبعا الأمهات بطريقة خاصة في نمط عتابة مكسورة ليس العتابة التقليدية وهي الأبيات تصف شوقها ووداعها إلى أبنائها اللي على الأغلب هي مش متأملة أنه يرجع يعود لبيتها طبعا كثير من العائلات فقدت أبنائها في فترة السفر برلك في اليمن أو في أماكن أخرى كانت فترة التعبئة العثمانية تحديدا لمناطق بلاد الشام أو آسيا العربية وسمعت أيضا أن جدتك كانت تغني أغاني السفر برلك في البيت في فترة لاحقة صحيح يعني في فترة بعد فترة طويلة من انقضاء السفر برلك وانقضاء أيضا الإمبراطورية العثمانية صحيح وهاي الأغاني اللي كنت ما أفهم يعني كانت ستت تمتمها بالبداية بصوت خافت وبسيط كانت تجذبني جدا أحاول أسمع شو الكلمات اللي بتستخدمها أحاول أحفظها وكان صعب علي في فترة لاحقة أصريت أني لازم أعرف وأسجل شو هي بتحكيه ومن هون بلشت الشرارة على فكرة من هون بلشت يعني بلش الاهتمام الأول بهذا المحور إنه شو مع المحاورة الأخرى غير المطروقة في التراث الفلسطيني مثل السفر برلك على سبيل المثال وبلشت رحلة البحث فتنقلت بين المدن من شمال فلسطين إلى جنوبها أبحث عن أغاني السفر برلك واكتشفت هناك قالب يعني معرف واضح المعالم اسمه أغاني الشلعيات أو السفر برلك في وداع الأبناء ومن هناك يعني انفتحت الشهية في البحر فلسطين عندها ساحل طويل كبير مش معقول ما عندنا أغاني بحر وأغاني صيادين سأتي على هذا المحور حديث طويل يتعلق بهذا المحور ولكن أريد أن أعود إلى الشلعيات الشعب الفلسطيني على مر العصور عانى من احتلالات من حروب من مآسي حتى يومنا هذا وما نراه اليوم في غزة وأنا قرأت فعلا عن قالب الشلعيات أثناء عدادي عن الحلقة والحقيقة اسم هذا القالب يشلع القلب من هون الاسم نعكس حتى على غناء الأفراحي أنا أحيانا نشعر بشجن ليس فقط في الأغنية التراثية الفلسطينية ربما يمتد أيضا إلى بلاد الشام والعراق هذه المسألة تشعرين أحيانا أن هناك شجن وحزن حتى في أغاني الفرح صحيح لأنه هي معجونة فرح في بلادنا ومش بس في فلسطين وهنا أنت نوهت قلت ملاحظة مهمة جدا يعني التراث والموروث الفلسطيني ليس منقطعا عن سياقه التاريخي والجغرافي هذه البلاد بلاد واحدة وحنتشوف بكثير من القوالب الغنائية أغاني الحصاد مفاجئة مثلا نفس أغاني الحصاد الموجودة في شرقي نهر الأردن موجودة في غربي نهر الأردن الأغاني التراثية لا تعرف الحدود ولا تعرف الخرائط والدم أيضا لا يعرف الحدود طبعا مثلا أغاني الحصاد يعني مفاجئة جدا أغاني الحصاد شرقي نهر الأردن وغربي نهر الأردن هي نفس الأغاني عمليا الحزن موجود في كل أغاني الفرح لأنه هي أيضا عمليا فترة وداع هي مرحلة جديدة في الحياة انقضت مرحلة الشباب المبكر خلينا نسميها وأنت الآن على باب مسؤولية جديدة وأنت أيضا كمان في حالة الفتاة يعني الحزن واضح أكثر في وداع الفتاة وداع خروج الفتاة من منزل أبي وأيضا استقلالية الإبن عن العائلة هذا أيضا وداع يعني منبطن لكن وداع موجود وكلياتنا في فترة معينة بس نتزوج شوي منبعد عن عائلاتنا حتى نقوم بالاهتمام بعائلاتنا الصغيرة عمليا وهذا بحد ذاته محزن للأم الفلسطينية لكل أم عمليا ومحزن للعائلة الممتدة هناك فننون يولدون وفي قلوبهم حظ المغني سناء موسى ولدت في عائلة غني ولدك الفنان الفلسطيني علي موسى شقيقك أيضا الموسيقار محمد موسى لا أستغرب عندما أعرف أن سناء موسى تغني ولكن سناء موسى درست علم الأعصاب أنت دكتورة في علم الأعصاب ثم أجبرك الخط الذي اخترته على رحلة طويلة في البحث البحث يحتاج إلى معايير علمية ومعايير دقيقة هناك توثيق وهناك أدوات يحتاجها الباحث كيف اطلعت بهذه المهمة الكبيرة؟ هون أنا بفكر أنه علم الدماغ أو علم الأعصاب كان له دور كثير كبير في يعني خلينا أقول في نحت أو في بلورة هوية الموسيقية ومهنة الموسيقية تحديدا البحثية منها كان كثير مهم لي دايما عندي الشك كنت دايما خايفة أنه هذا مجال يعني ما نبحث فيه كثير هذا مجال بيحكي عن الرواية عن السردية الفلسطينية لازم أكون جدا دقيقة لأنه هاي الذاكرة الكل حيتشربها والكل حيعتمد هاي الأبحاث بحديثه عن موروثه فمن المهم جدا أنها تكون جدا دقيقة فما كنت أكتفي بمصدر واحد يعني كنت بحكي عن نمط لازم أسمعه بعدة أماكن من نساء ما في اتصال بينهم وأقارن المواد اللي بتطلع بعض المعلومات اللي كنت أخذها من الشهادات الحية في الحقل يعني في الواقع من الناس اللي كنت يعني أشعر إنها ليست ذات مصداقية كبيرة وتحصل لأنه الذاكرة أيضا مع الوقت الذاكرة والأجيال أيضا هناك أجيال فقدناها في حروب هناك أجيال فقدناها بحكم العمر بالضبط بالضبط فهذا يعني فيه تحدي كبير في هذا المجال كل ما جمعت معلومات أكثر كل ما بحثت أكثر أنت عمليا قدرت دعم المعلومة يعني بمصداقية أكبر هذا جدا 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 مهم والخطوة الأصعب هي مش بش بس إنه نبحث ونأرشف ونوثق الآن كيف ممكن نجيب أغنية اللي عمرها مئات السنين ونخليها تعيش مع الجيل الشاب في هاي الفوضى من أنا بسميها فوضى لأنها فعلا يعني هي كم هائلة من المعلومات كم هائلة من الانفتاح على ثقافات الآخر يعني لدرجة مرات بتحس إنها هالعولة من القوية ممكن حتى تؤدي إلى طمس بعض المعالم في بعض الحالات في بعض الحالات نعم يعني إذا ما كانت في ثقافة واضحة المعالم وقائمة بحد ذاتها هذا التلاقح ممكن أنه يخفي معالم الثقافة غير السائدة فلو كان فينا ثقافتين سائدتين معرفتين بشكل واضح فيش خطر من هالتلاقح مع بعض أو هالتثاقف مع بعض لكن إذا كانت في ثقافة ضعيفة أو غير واضحة المعالم ممكن بسهول أنه يتم السيطرة عليها من قبل ثقافة أخرى تتراجع بالضبط عندما نتحدث عن الكلمة كلمات هذه الأغنيات أحيانا نسمع منها أكثر من النسخة وأحيانا يصلنا النص مبتورا أحيانا نجد النصوص ولا نجد اللحن يعني هناك في الحركة التوثيقية الفلسطينية على مر التاريخ كان دائما هناك أنا أتذكر في بيت والدي كان هناك كتاب يحتوي على الأغاني التراثية في الأردن في سوريا في فلسطين في لبنان وحتى في مناطق في مصر ولكن لم نكن نعرف معظم ألحن هذه الأغاني كنا نغنيها أحيانا على لحن زريف الطول على لحن دلعونة وأحيانا ينكسر اللحن في الشعر الشعبي في تصوري أتحدث هنا من خلفية شعر بهذه الصراحة الفجر لا يمكن ترديد مقطع طويل بشكل جماعي إذا كان يحتوي على كسور لحنية أو كسور لفظية وعندما نتحدث عن اللهجة العمية تقبل أحيانا لي ذراع كلمة ما لتقع على قالب لحني معين كيف كفنانة مغنية وخبيرة في الموسيقى كنت تزورين السيدات الكبيرات والمسنات وأحيانا الصوت يتعب والصوت لا ينصع لللحن أو للإيقاع كيف كنت تقاعدين هذه الألحن على القواعد الغناء سؤال مهم جدا وهذا يعود إلى المرحلة الشاقة جدا والأهم من إنتاج أو إعادة إنتاج الأغنية التراثية وهي إعادة قولبة الأغاني إحنا أول شيء هذا مش عملي أنا لحالي هذا كان عمل فريق بحثي وموسيقي فني عنده خبرة كبيرة في هذا الموضوع فكنا نقعد ونجرب كما مرة الأغاني اللي أنت بتحس أنه فيه إشي واقع فيها فيه إشي مكسور فيها أكثر شيء بيسعفك إذا بتلاقي سيدة أخرى أو رجل آخر بيغني نفس الأغنية بعد ما تجمع عدة نماذج بترجح بينك وبين نفسك نماذج أفضل يعني شو هو السياق الطبيعي أكثر للأغنية شو أسهل عادة اللحن التراثي ولحن السهل عشان هيك هو استمر وعشان هيك تم توارثه بالزبط بهذه السرعة الألحانة المعقدة لا يمكن تذكرها الألحانة السهلة لكنها ذكية جدا ممتنعة سهلة ولكن ممتنعة كانت تنتقل يعني مثل النار بالهشيم كانت تنتقل من جيل إلى جيل وتردد كل الوقت فعلى الأغلب الحل الأبسط للأغنية هو الحل الصحيح تعديد المصادر تعديد المصادر إلى أين يقودك البحث في التراث؟ ماذا اكتشفت من أسرار عن فلسطين؟ يقودني إلى الجنون صراحة لأنني حس أنه بدي أكثر من عمر عشان ألحق أستعيد بعض مراكز الذاكرة في التراث الفلسطيني محور الساحل أغاني الساحل فعلا فعلا جنني لأنه الساحل هو يعني ساحل كبير حكينا طيب وين أغاني الصيادين وين أغاني الناس اللي كانوا عايشين على هذا الساحل يا ربي البحر والشمال إلى تقريبا جنوب فلسطين البحر الأبيض المتواصل وهذا يفتح سؤال عن أغنية البحر وعن أغنية الصيادين أين هذه الأغنية؟ طبعا لحظت الهاجس هذا طبعا هاجس الساحل بقولك يقودني إلى الجنون من كل هذا البحث لأنه عن جد إحنا ما نعرف شيء يعني نعرف بس يعني نسبة بسيطة من الأغاني التي كانت تغنى في فلسطين وهلأ برجع أغاني الساحل هذا الطقس من أهم يعني الطقوس في التراث الفلسطيني هناك قالب غنائي يسمى الشباش وقالب الواو وهي نذور من الوفاء عبارة الرجال بيجتمعوا بس عند عقدة لي أصعب شيء لما تعمل العقد السقف السقف القوس هذا وهو مش بسيط اليوم صعب كثير طبعا بنائه يعني بالخبرات الحديثة صعب بنائه فكانوا رجال يجتمعوا وطبعا كل البلد كان تيجي تساعد هذا التكافل اللي كان موجود في المجتمع وكانوا يأتوا نذور الوفاء لصاحبهم اللي حيبتدي حياة جديدة مرحلة جديدة واو يا صاحبي لا شق البحر شق من شار واو وكل الرجال بيعيدوا وراه واو بيحكي لصديقه كيف ما رح يتخلى عنه لو شو ما يصير كيف رح يضل واقف جنبه بأي حالة من الحالات هاي نذور الوفاء اللي الأصدقاء بيعطوها لصديقهم بتهيألي كفيلة بأنها تطمنوا ونتعطيه دف على الأمام في المرحلة الجديدة على فكرة هذا القالب يذكرونها بالمهاها في الأعراض هي مهاها لكنها بشكل رجولي بالزبط هو المهاها التي يقوم فيها الرجال بيسموها آه كانوا يواوا بقولولي السيدات طب معلش بحكي لها ممكن تعطيني مثال تقولي لا الرجال بس بيقولوا طبعا أنه يرتبط أيضا بسيام 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 الرجال وشيام الرجال ونحن كشرقيين هذا يعتبر أمر مخجل أن تتعدى امرأة شرقية على شيام الرجال وإن كان في نسائنا أيضا شيام أحيانا تعلو شيام الرجال إذن الأغنية جزء من المعركة مع الاحتلال طبعا لأنه معناها هل الذاكرة جزء من المعركة مع الاحتلال هل الرواية هي جزء من المعركة مع الاحتلال الجواب نعم إذن الأغنية التراثية هي جزء من المعركة مع الاحتلال نعم صحيح نجتمل على سرد تاريخي طبعا أيضا إلى جانب حملها العاطفي كما ذكرنا عود لي أغنيات البحر إلى ما توصلت سناء موسى في أبحاثها أين ذهبت هذه الأغنية؟ على فكرة هذه الأغنيات اختفت قبل كارثة النكبة اختفت في سنوات الثلاثينات من القرن الماضي 1930 بدأت بالاندثار والسبب هو تطور بناء السفن والقوارب في السابق كانت رحلات الصيد رحلات محفوفة بالخطر الشديد لأنه ممكن القارب بأي مرحليين قلب ويموتوا البحارة اللي عليه تحديدا في الأيام العاصفي لأنه كمان أيام العاصفي الأيام العاصفي هي المواسم الأفضل الأفضل للصيد لأنها عمليا بتحرك كل الثروة السماكية الموجودة في البحر فكانت مسافات يعني رحلة الصيد رحلة طويلة وشاقة ومضنية فبالتالي كانوا بيحاجة لهذا الغناء أول شيء لضبط وطيرة التجذيف الغناء بيصير دايما أغاني العمل وطيرتها أو سرعتها الإقاعية تسير مع سرعة إقاع العمل بالضبط يعني ما بيصير يكون الحصاد سريع والأغنية بطيئة يعني عمليا نتفرغ الطاقة من الناس بالعكس كل ما كانت الأغنية سريعة بتنشط زي ما منروح منعمل رياضة في الصالة الرياضية وبيكون في موسيقى إقاعية إقاعية عشان كمان إحنا نقوم بنفس الوتيرة نفس الشي في أغاني العمل فبالتالي عمليا أغاني الصيد هاي مع دخول المحرك بصناعة القوارب وأصبحت المساخات أقصر قصرت الرحل وجعلها أكثر أمانا جعلها أكثر أمانا أقصر وكمان صوت المحرك عالي فأصبح يعني هاي الغناء المشترك بين البحارة وبين الريس صعبة حاجبته المحرك نعم صحيح فبلش يختفيه بسنوات الثلاثينات عشان هي كان من الصعب جدا حصولنا على بعض الألحان البسيطة والقليلة مرات زي ما انت حكيت في السابق كنا نلاقي اللحن ما نلاقي الكلمات مرات نلاقي الكلمات ما نلاقي اللحن كان جدا صعب وبالآخر بعد عنا شديد قدرنا توصل إلى ثمان مقطوعات من الموروث الغناء البحري بين غناء الصيادين والبحارة أهل الساحل اللي كانوا يستقبلوا ويودعوا الصيادين هذا أيضا لهم غناء خاص كانوا يحتفلوا ويحتفوا بعودة الصيادين كانوا يعرفوا وانت بيرجعوا هذه قدمتها في عرض واحد حتى الآن كوحدة واحدة صحيح والآن هناك أيضا طقس أربعة أيوب له طقس التشافي سأتي على هذه الطقس في فلسطين مواسم احتفالية عديدة منها ما هو ديني وما هو اجتماع ولكنها في النهاية تعبر عن طقس احتفال عن طقس استراحة عن طقس انتجاع فيما يتعلق في البحر العبيد المتوسط على سبيل المثال أربعة أيوب قرب غزة أيضا موسم النبي روبين جنوب يافا موسم النبي موسى موسم النبي موسى في القدس واريحة موسم النبي صالح في الرملة كيف أثرت هذه الطقس على الإنتاج الغنائي للفلسطينيين القدماء أو فلسطيني يوما قبل النكبة كل طقس جديد أو كل موسم جديد فيه إلو مجموعة من الأغاني اللي ترافقه عمليا فبالتالي كل طقس إلو مجموعة من الأغاني مثلا موسم النبي موسى يتسم مثلا بالأغاني الصوفية والدينية كل موسم له خاصية يعني تمثله بشكل واضح طقس أربعة أيوب مثلا هو كان طقس التشافي الفلسطينيين زي كثير شعوب من شعوب البحر تؤمن أنه للبحر وللنهر فيه خاصية فيه بركة وبالتالي المريض والمرأة التي تأخرت في الإنجاب أو تأخرت في الزواج كانت تروح وعمليا تصلي وتنادي وتطلب الفرج من الله بهذا الطقس الجميل هذا الطقس على فكرة مرتبط بالتاريخ الكنعاني فكان الكنعانيون يتباركون بإله البحر يم أو يامو في لهجات أخرى وفي الوقت ذاته كان هناك خوف تاريخي لدى الفلسطينيين من البحر صحيحيني هذا ما قرأته في مراجعاتي لدرجة أن القرى الفلسطينية هناك أربع قرى فقط بنيت على تماث مباشر مع البحر الأبيض المتوسط من أقصى شمال فلسطين إلى جنوبها وكانت بيوت هذه القرى يعني عتبات بيوتها غير مواجهة للبحر كانت باتجاه الجنوب أو الشرق هل أثرها حتى إذا رجعت مثلا تاريخ الأمثال البحر غدار لو عكا بتخاف من البحر ما سكنت حده يعني هناك البحر دائما بتوقف السيادين أكثر ناس بقدروا يجاوبوا على هذا السؤال السيادين في أكثر من مقابلة حكوا عن خوفهم من البحر وأنه مش كل شخص يصلح أن يكون بحار بنفعش يكون أي واحد في البحرية هاي بدها قدعني يعني بدها رجولي بدها قوة بدها ثبات نفسي كمان أنت في ناس بنجنوا في وسط البحر لما ما بيشوفوا اليابسة بعد أيام وأسابيع المفاجآت التي كانت يواجهها الصيادون في البحر واجهتها سناء موسى أيضا في رحلة البحث عن الأغاني البحرية فاكتشفت أن عندك بحرية يا ريس أغنية من التراث الفلسطيني هي التراث بلاد الشام موجودة في أكثر من مكان طبعا في كل مرحلة ممكن يجي كاتب كلمات أو شاعر ويستقي من هذه الأغاني يأخذ منها مثلا أول بيتين وبعدا يكمل كتابة الأشعار عليها لكنها فعلا طبعا اللحن يختلف عن اللحن اللي قدمه الأسطورة وديع الصافي وكان لحن محمد عبد الوهاب بمسخة وديع الصافي اللحن التراثي ليس مطابقا أبسط بكثير هو أبسط بكثير سراحة اللحن التراثي لكنه بنفس المقام وقريب جدا من اللازمة عمليا من لازمة أغنية عندك بحرية إذن سنة نتحدث عن أغنية البحر الفلسطيني أو الفلسطينية ونجلس محاطين بأثواب تعبر عن فلسطين من الشمال خلفي إلى الجنوب خلفك على وجهة تحديد ثوب مدينة غزة التي تتعرض اليوم لأبشع أشكال الإبادة كما تعرضت سابقا لأكثر من عدوان إسرائيلي استهدفها في مقتلها ونتمنى لها أن تنجو أيضا هذه المرة بكل ما نملك في قلوبنا غزة مستودع للحكايات ففضلا عن سكان المدن قطاع غزة الأصليين نزح إلى غزة منذ عام 1948 فلسطينيون من يافا من أسدود من عسقلان نزحوا ونقلوا حكاياتهم وأغانيهم معهم كيف يتم التعامل خلال مشروعك البحثي مع غزة تحت ضغط القيود التي يفرضها الاحتلال في تقسيمه لفلسطين داخل الخط الأخضر الضفة الغربية القدس وقطاع غزة طبعا كان هناك طاقم فني يعمل في غزة طاقم باحثين اللي هنا جزء من مشروع أغاني الساحل الفلسطيني لأنه غزة جزء من هذا السياق الفلسطيني البحري طبعا زي ما حكيت غزة الآن تتعرض إلى أبشع أنواع العدوان والقتل والإبادة الجماعية والعقاب الجماعي والتجويع وبالتالي فقدنا الاتصال مع طواقمنا البحثية مع طواقمنا الفنية اللي كانت تعمل في غزة للأسف الشديد لكن يعني بتمنى أنه قريبا يعني يأتي الفرج يعني وتعود غزة إلى سابق عهدها إن شاء الله رب العالمين طبعا استهداف غزة الاحتلال يستهدف أماكن معينة في غزة لأهمية التاريخية طبعا كما تعرفون جميعا غزة هي مدينة كانعانية قديمة جدا أربع من النساء غزة الكنعانيات كانوا ملكات في اليمن وتم عمليا نقش صورتهم على العملة النقدية في الممالك العربية القديمة غزة على سبيل المثال مقبرة جباليا فيها أثار تعود إلى العهد البرونزي تم أيضا استهدافها حي الدرج قصر هاشم المتاحف تم قصفها وصرقت محتوياتها عمليا هناك يعني محاولة لإبادة الذاكرة اللي عمليا موجودة في الأثار في الناس في اللاجئين اللي عم بيحقوا قصة المجدل وقصة أسدود وقصة عسقلان قصة فلسطين ما قبل الثمان وعشرين عمليين النكبة تحدثت عن هاشم وهو جد الهاشميين وهذه الحلقة حلقة الاتصال الجميلة بين الثقافات العربية وأنت لديك علاقة خاصة أيضا مع الأردن بصورتيها الاجتماعية والتراثية التاريخية سننتقل بعد قليل إلى قاعة مخصصة للتراث الأردني الحديث أكثر عن علاقتك بالتراث الأردني ولكن قبل ذلك أريد أن أسمع منك ترويدة إن كنت مصيبا يا رب البحر آه هي مش ترويد هي دعاء بك تسمع الكلمات طبعا يا رب البحر جيتك عطشاني بدي دنا ينام بحضاني يا رب البحر جيتك برداني بدي دنا ينام بحضاني نسمع شيئا يا رب البحر يا رب البحر جيتك من دغشي بدي دنا يكرش ويمشي هذا الدعاء كانت تغني النساء في آخر أربعاء قبل عيد الفصح الشرقي عمليا كانوا ينزلوا على البحر في ساعة معينة وكانوا يضغوا الله أنه يرزقهم بذرية صالحة أو يحل مشاكلهم كل واحد بيجي مع مشكلته تحديدا النساء كانوا يوصلوا أو ياخدوا أطفالهم المرضى اللي مثلا عندوا مرض مستعصي بعيد الشر أو لا سمح الله كانوا ياخدوا على البحر ويطلبوا الاستشفاء من ربنا هالأدي كانوا يؤمنوا وفعلا كان من شدة إيمانهم بفعالية هذا الدقس كانت هناك حالات شفاء وحالات علاج نفسي من الكثير من العمليا يعني ناس بدائقة يروحوا يترجوا ويطلبوا الشفاعة وبالتالي يعني يتم حل هذه المشكلة يعني هو الدين يشترك مع علم الطاقة في مسألة الإيمان يجب أن يكون هناك إيمان مطلق بأن هذه المشكلة سيتم تجاوزها الآن ننتقل إلى قاعة التراث الأردني للحديث أكثر عن التراث الأردني تفضلي ننتقل إلى قاعة التراث الأردني بشكله المادي والمعنوي أيضا بهذه المحتويات المتعلقة بالتاريخ الاجتماعي لمنطقة شرق نهر الأردن المتمثلة بالمملكة الأردنية الهاشمية ومع ضيفتنا سناء موسى سناء لديك علاقة خاصة بالأردن دونا عن ما تبقى من بلاد الشام سوى فلسطين طبعا ما سر هذه العلاقة؟ السراحة أنه أنا ما بحس أنه بمرق الحدود أساسا لما بتخطى الحدود السياسية ما بحس أني مرأت الحدود يمكن كمان لأنه تراثنا الفلسطيني شرق وغرب نهر الأردن الرئتين هدولة لهذا الكيان اللي اسمه بلاد الشام ما بحس بفرق عمليا ولأنه عم بتتبع بعض القوالب الغنائي اللي هي مستمرة زي ما حكينا وما بتعرف يعني هاي الحدود وما بتعرف هاي التفرقة فبالنسبة لي أنا بسياقي طبيعي هذا بلدي فهذا الحب جاي من هذا السياق الطبيعي إذا كنا نتحدث عن الممالكة التاريخية عندما نتحدث عن الكنعانيين فنتحدث أيضا عن شمال الأردن عندما نتحدث عن المؤابيين وهي مملكة قامت شرق الأردن نتحدث أيضا عن مناطق في جنوب فلسطين وهذا مسوغ تاريخي للتداخل على مستوى الكلمة وعلى مستوى اللحن أيضا صحيح وأنا بقدر أستشهد بواحدة من الأغاني المشهورة جدا في فلسطين اللي نجمة الصبح اللي بتحكي يا هالعريس بلادك ما أرناها ما أرناها يعني ما شفناها لم نرها لم نرها يا بدلتك من جبل عجلون عطعناها وتفصلت في حلب وهتزت الشامي وهتزت الشامي وهتزت علاليها بتلاحظ أنه يعني البلدان الموجودة في هذا السياق في الأردن في سوريا عمليا يعني بلاد طبيعية زي كأنك متنقل من بلدة لبلدة زي كأنك بتحكي عن السلط والزرقة هل هناك دلالة خاصة لمدينة عجلون في هذه الأغنية؟ لا واضح أنه فيه أكيد فيه دلالة خاصة يعني أكيد اللي بيقدر يجاوبنا أحسن على هذا السؤال هن الناس اللي عمليا كانوا عاشين بفترة يعني ما انطلقت هاي الأغنية واضح أنه العلاقات بين الأردن وفلسطين أو خلينا أقول شرق النهر وغرب النهر أفضل كانت علاقات جدا وطيضة زي علاقة نابلس بالسلط علاقة عدة أماكن الخليل والكرك بالزبط فواضح أنه عجلون كانت يعني واحدة من المناطق المهمة في ذاكرة الفلسطيني زي السلط كمان وزي الكرك هي كانت أيضا إحدى المدن المركزية في فترة ملك الجليل ظاهر العمر وهذا ربما يكون مبرر حضاري هناك أيضا في مدينة حيفا درج باسم مدينة عجلون درج عجلون أيضا في مدينة حيفا في فلسطين عندما نتحدث دائما عن هذا التزاوج لا يستقر الأمر أو لا يتقوقع الأمر فقط على الأغنية هناك أيضا شيء متعلق بالزي هناك تقارب كبير يعني في الزي الأردني والزي الفلسطيني سواء للرجل أو للمرأة هناك ربما اختلاف متعلق بالألوان وهذه الألوان نجدها أيضا في جنوب فلسطين صحيح كيف يتكاملان هاتين أو هتان الثقافتان؟ بتهيأ لي أن الكلمة الدقيقة هي مش تزاوج قد ما هي امتداد بتحس أنه فيه امتداد يعني إذا بتطلع على التفاصيل الدقيقة بتحس أنه فيه امتداد لهذه الثقافة أكثر من تزاوج أكيد فيه خاصية للتراث الأردني في بعض الأماكن لكن هناك امتداد بالأغاني لما بتطلع على التراث البدوي على سبيل المثال ما بتشعر يعني أكيد فيه خاصية زي القرى الفلسطينية ما فيه خاصية لكل قرية وقرية وكذلك في البلدات الأردنية هناك خاصية لكل باللهجة بالتقوس بالعادات هذا الاختلاف موجود داخل قريتين بيبعدوا عن بعض 2 كيلو متر هذا الشيء طبيعي أنا أشعر أن هناك امتداد وليس التزاوج خلال هذا البحث الطويل والمعمق في تاريخ الأغنية في جنوب بلاد الشم ما هي أبرز القوالب التي تغنى في فلسطين والأردن على المستوى التراثي لسيما فيما يتعلق باللهجة البدوية وهي لهجة تعبر عن ثقافة بدوية حاضرة في كل من فلسطين والأردن أيضا أول شيء التراثي البدوي شرق وغرب نهر الأردن هو بحر واسع وعشان أنا أكون دقيقة وصادقة معك ومع جمهوري أنا ما زلت في بداية البحث في هذا المجال لكن من بحثي البسيط في التراثي البدوي في شرق وغرب نهر الأردن بقدر أقولك أنه هناك امتداد بتقدر تشوفه بشكل واضح الرجيد والرويد من شقي يعني النهر موجود في شرق نهر الأردن وفي غرب نهر الأردن السامر والهجاني أيضا الدحية الدحية موجودة أيضا طبعا هذه يعني عمليا بس زي ما إحنا بنحكي هاي بس يعني معلومات بسيطة من بحر يعني هذا بحر كبير وعن جد بحاجة أنه نتعمق فيه أكثر حتى نقدر عن جد ننصفه ونعطيه حقه لأنه إله خاصيته وإله ما يميزه فعن جد إحنا بعدنا في بداية البحث في هذا الموضوع لكن من البحث الأولي من النتائج الأولية هناك عن جد امتداد وهناك تواصل اتصال بين شرق وغرب نهر الأردن بعدة قوالب أنت من منطقة الجليل والجليل في الشمال وهذا ربما يسوغ بدايتك من الشمال ثم الاتجاه بمشروعك جنوبا بحثت في الترويد التي تسمينها الترويد مشفرة بدأت في أو ربما بدأ آخرون أيضا بترويد شمالي المعروفة ولكنك ذهبت إلى الجنوب رينبرنة بدأت أولا نعم رينبرنة كانت أول من غنت أغنية من الترويد المشفرة يطلعين على الجبل اللي تخاطب طبعا الثوار واللي قدمت فيها الملالة اللي فيها إضافة لمقطع حرف اللام ألف إلى الكلمات وذلك التصعيب فهمها عادة يعني تستخدم هاي الطريقة حتى يتم الخطاب أو التواصل مع الثور بدون ما الخواجات بدون ما المحتل يفهم ولكن في ترويدة اكتشفتها خلال بحثك في جنوب فلسطين تحديدا في قرية بيت أمر في قضاء الخليل يحلو لوبنا وهي أغنية حب ولكنها مشفرة أيضا صحيح لأن في فلسطين نشفر الثورة والحب الثورة حتى نخاطب بشكل خاص الثوار والحب أيضا كي نخاطب الحبيب بدون ما كل يعني حتى نخاطب بشكل خاص المعني في هذا الموضوع خجلا وأدبا وهما في الحالتين هذه الأغنية صورة من صور الثورة على الغازي أو أحيانا لكسر القواعد الاجتماعية المعقدة في مجتمعات ذلك الزمان صحيح والتحدي في هاي التراويد والتراويد المشفرة وأنا أحيانا بس هيك بس أتذكر الفكرة بضحك بتذكرني بلما إحنا منخبي شغلة كتير مهمة بالنسبة لإننا نخفيها من في مكان ما وبعدها يعني منحس أنه من الصعب أن نجد ما أخفنا هذه التراويد تم تشفيرها وتعقيدها لدرجة أنه كان صعب تناقلها من جيل لجيل لدرجة أنها على حفة الإنقراض يعني سيدات اللي بعمر الأربعين أصبحت الفلسطينية لا تستطيع حل هذه الشفرة سؤالي الأخير عن أغنية أو ترويدة بدوية هي أيضا مما عثرت عليه خلال بحثك في شمال فلسطين البدوي والبدو موجودون في شمال فلسطين ثقافة بدوية حاضرة هناك هذه الترويدة لم تتمكن من الحصول سواء على بيت أو مقطع واحد للأسف هذه الترويدة يعني حصلت فقط على بيت واحد منها وهلقد كنت حزينة أنه السيدة يا الله يرحمها لطفية سمعان توفت يعني ماتت قبل ما تستجمع ذاكرتها وتتمكن منها تعطيني بيت ثاني وقررت أنه أنشرها رغم عدم وجود تكمل لهذه الترويدة لأنها تمثل الواقع الأليم اللي إحنا موجودين فيه عمليا اندثار التراث وموته بموت الكبار بالسن بركتنا اللي كل المعلومات وكل تاريخنا موجود ومخزون بداخلهن بدويك انطلت من المرج وحدها أين وصلت هذه الترويدة؟ إلى الهند إلى فيلم من أكبر الأفلام اللي صنعت في السينما الهندية من أسبوع فقط تم عرض الفيلم اللي عمليا استخدم هذه الأغنية اللي أتي من لحن قديم من شمال فلسطين لأول مرة لحن فلسطيني بصناعة السينما الهندية وهل أد لقى التفاعل من الجمهور وهل أد أنا سعيدة بأنه وأخيرا سنضع التراث الفلسطيني على خارطة الموروث وعلى خارطة الثقافة العالمية توزيع هذه المقطوعة من قام عليه؟ الرائع أستاذي الحاصل على جرامي جائزة الجرامي وجائزة الأوسكار الموسيقار إي آر رحمان الموسيقار الرائع وأستاذي أيضا الموسيقار هندي عالمي عالمي نعم صحيح إذن كما قلت سناء هذه ثمرة قطفها الفلسطينيون جميعا والفلسطيني ليس فقط من ينتمي بجذوره إلى فلسطين وإنما من ينتمي بموقفه إلى هذه القضية العادلة وبقلبه بدون أي شك هذه ثمرة قطفناها معا لمشروع طويل وجهد طويل بذلته ومن معك في فريقك من باحثين سررنا بوجودك معنا اليوم حقيقة نتمنى في نهاية هذه المقابلة السلام لفلسطين السلام لغزة نتمنى أن نستقبل كما تقولين العائدين إلى فلسطين والأسرة وهم يتحررون بهذه الأهزيج والتراويد كما جرت العادة تاريخيا شكرا لك شكرا لك وشكرا على هذا الاحتضان وعلى هذه المحبة اللي فعلا تعني لنا الكثير شكرا لك شكرا شكرا لك